لما استودعت للنيابة فطلبت من صيد رئيس النيابة أن يذكر ليه الخلية الخمسة أولا كلهم كانوا شباب وبعدا ذكر لي قريبا من العائلة يعني فأنا قلت له بكل أدب هل تم اعتراف منهم قال لا قلت له الرئيس النيابة هل في شهود قال لي لا قلت له أنا لا أتهم أنا أردت ألا أخذ بجريرتي قريبي لذا كنت أنا بقى بص عظمان برسوله يا أيها الناس التخرب بكم الذي خلقكم من نفس واحدة يعني بنكلم بقى فهل عسيتم انت وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم قلت بأنا هخالف قولي فعلي فعفوتوا عن من أحرقوا سيارتي كرامة لقريبه العفو عند المقدرة بلا شك بعدين أنا ما كنت سبب أن أدخلوا كان هاخد عشر سنين لأن اختحمة كان عام ومش عارف وجملة وقلت تيجي بقى من حاجة بعيد عننا بلغتنا الصعيدية كتا سؤال لحضرتك يا شيخنا بتقول إيه لما تبقى حاسس بواجع مش قادر توصفه والدنيا كلها جاي عليك بقول يا الله والله يا ما تعرضنا وكنا في بدايتنا عصميين وكانت الأمور وشوفنا لأننا عصرنا حروب ستة وخمسين وسبعة وستين وثلاثة وسبعين وقصنا مع المجتمع التقشف وقلة المال وكذا وكذا والاغتراب في الأزهر وكذا ومع ذلك إحنا تربينا على تعرف إحنا أمة الحمد طبعا إما تشوف حده حتى في الشارع حتى لقدر الله لو مفرد في الدين لو حصل له كده حفرة ولا عثرة في مشاته أول حاجة أقول لك الحمد لله لو مرض لو ابنه لم ينجح مثلا لقدر الله الأمة دي لأن نبيها محمد وأحمد ولواؤنا لواؤ الحمد تحت رسول الله يحمد والله يقول يا الله ليه إن إحنا أمة قدرية شوف في سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الأفر الرحيم فنحمد الله على كل شيء يعني برضو الحمد والشكر لفضل الله سبحانه وتعالى يفرج الهموم والكرم ويكفي إن سيد النبي بفصحته وبلاغته وعلمه الله ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيم اتكلم عن الدين العامل بعبارتين الإيمان نصفان اللي هو العملي نصفه شكر ونصفه صبر صبر فنحن نتقلم والله لو فينا عماء يبقى شكر لو فيه ابتلاق يبقى صبر وفي كل الأمور نقول يا الله ليه هنولى بس من الرقائق في دقيقة